اشتركوا في القناة مدير عام المجلس الأولمبي الأسيوي الأمين العام للجنة الأولمبية الكويتية والسيد ناصر المجالي الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية وذلك بمناسبة زيارتهم مملكة البحرين للمشاركة في ندوة تكافؤ الفرص بين الجنسين بالمجال الرياضي والتي تحتضنها المملكة يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري هذا وحضر الاستقبال بقاعة التشريفات بمطار البحرين الدولي سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن عسكر وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى البحرين السيد رامي صالح وريكات العدوان وسعادة السيد فارس الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وسعادة الشيخ حيات بنت عبد العزيز أهل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة لجنة رياضة المرأة ورحب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالضيوف في بلدهم الثاني مملكة البحرين معربا عن اعتزازه بتواجدهم والمشاركة بفعاليات ندوة تكافؤ الفرص بين الجنسين بالمجال الرياضي والتي تعكس حرص الحركة الأولمبية الدولية على تعزيز القيم الأولمبية النبيلة ومن بينها الارتقاء برياضة المرأة وتعزيز مشاركتها مبديا سعادته بإقامة الندوة على أرض مملكة البحرين تأكيدا لدورها الفاعل والحيوي في تعزيز مسيرة الحركة الأولمبية والعمل وفق المبادئ التي ينص عليها الميثاق الأولمبي وأعرب سموه عن ثقته بنجاح الندوة في ظل الحضور الرسمي المتميز من قبل العديد من القيادات الأولمبية الآسيوية والدولية المشاركة في الحدث متمنيا لهم جميعا التوفيق والنجاح للخروج بأفضل التوصيات الرامية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين بالمجال الرياضي وفق ما ينص عليه دستور الحركة الأولمبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر